تعالوا نقرب من المشهد في كو ديفوار من خلال مراسل القاهرة الإخبارية أحمد فاروق مرحبا بك يا أحمد أحمد قلنا إيه الأجواء عندك بعد نتائج مباريات اليوم خصوصا خسارة منتخب تونس المفاجأة أمام ناميبيا إحباط كبير جدا سيطر على الجماهير التونسية تحدثنا مع البعض هنا في أبيجان ورغم أن بعض الجماهير كانت تتوقع ذلك لأن استعدادات المنتخب التونسي للبطولة لم تكن جيدة أو بعضهم قال أنه لم يكن متفائلا بالمشاركة وهو ما حدث بالفعل بسقوط الحقيقة كان مفاجأا إذا كانوا يتحدثون عن ذلك لكن بالأرقام وبالتاريخ وبكل شيء مفاجأة كبيرة جدا بسقوط المنتخب التونسي واستمرار لتعثر الكبار في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2023 مفاجأات بالجملة لم ينجوا من الكبار سوى كودي فور أصحاب الأرض والسنجال كل المنتخبات الكبرى تعثرت والمغرب طبعا ينتظر أن يبدأ مشواره غدا عشنا أيضا أجواء جنونية مع جماهير بوركينا فاس وجماهير باني وجماهير مالي جماهير بوركينا طبعا بعد الفوز عصرا وجماهير مالي منذ دقائق بعد الفوز على جنوب أفريقيا دول غرب أفريقيا القريبة من كودي فور تتواجد طبعا جليات كبيرة جدا وجماهير تأتي بسهولة إلى كودي فور وبالتالي أعدادهم كبيرة جدا ويصنعون الحدث إلى جانب طبعا الجماهير الإفوارية كانت ليلة مميزة طبعا ليست على المنتخب التونسي لكن في البطولة كانت ليلة مميزة جدا جدا على الصعيد الجماهيري تحديدا دي سؤال أخر يعني أنت قريب من منتخب مصر قطعا قلنا كواليس معسكر المنتخب خاصة بعد التعادل مع موزنبيق الأجواء كانت أفضل كثيرا اليوم كان المعسكر هادئا والمعنويات ارتفعت بعد صدمة البداية طبعا بأمس كانت أجواء حزن وصدمة تسيطر على اللاعبين والجهاز الفني لكن الجميع تجاوز ذلك خصوصا كما قلنا أن جميع المنتخبات أو معظم المنتخبات الكبرى تعثرت إما بالتعادل أو بالخسارة وبالتالي شعر الجميع أن هذا الأمر أصبح طبيعيا في الكرة الأفريقية الفوارق تقلصت كثيرا بين الأسماء الكلاسيكية في الكرة الأفريقية والأسماء الصاعدة وبالتالي بدأ اللاعبون يركزون في المرحلة المقبلة والمباراة المصيرية أمام المنتخب الغاني ونفس الأمر في معسكر المنتخب الغاني الذي يحترم المنتخب المصري كثيرا وكل نجومه كانت تصريحاتهم فيما يتعلق بالمنتخب المصري أنه منتخب قوي ويدركون أهمية ذلك أهمية الاستعداد جيدا لمواجهة المنتخب المصري فيتوريا قد يجري بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الذي بدأ أمام موزنبيق ربما يحدث تغيير أو اثنين في التشكيل وإن شاء الله خلال الرسائل المقبلة والأيام المقبلة أو غدا طبعا على التحديد ستتضح الصورة بشكل أكبر وسننقل ذلك إليكم إن شاء الله ولكن هل هناك أي دعم من الجمهور للمنتخب المصري؟ هناك دعم كبير طبعا الأعداد المصريين في المباراة الأولى لم تكن كبيرة للأمانة يعني كان بضع مئات ولكنهم صنعوا أجواء مميزة لكن ما عوض ذلك هي حالة الحب للمنتخب المصري هنا في أبيجان الجمهور الإفوارية تحترم المنتخب المصري جدا وتحبه كثيرا رغم أن المنتخب المصري تاريخيا تسبب في آلام كثير للإفواريين تاريخ منتخب مصري أمام كوديفوار في كأس الأمم الأفريقية تفوق كاسح لمصر حتى عندما كانت كوديفوار تمتلك أفضل أجيالها تاريخيا لكن رغم ذلك يحبون المنتخب المصري جدا يحترمونه كثيرا ويشجعونه في أمام موزنبيق كان عددا كبيرا من الجمهور الإفوارية يشجع المنتخب المصري ويدعمه وبالتالي هذا يعود النقص الجماهيري بعض الشيء في المدرجات أو في مدرجات موزنبيق نأمل أن تكون الأعداد أكبر وسنتابع ذلك غدا وبعد غد إن شاء الله نشكرك أحمد أنا عارفة من الرطوبة عالية والجو ودرجة الحرارة مرتفع ولكن شكرا جزيلا على كل المعلومات وكل التحليلات شكرا